يعطيكم العامة في طلابنا اليوم وتواجد معنا الأستاذ عاليدة قانسة حتى يشرح لنا شوي عن توزيع العلامات لطلاب العلفين واربعة كونه أكثر رسئلة اليوم توصلنا كيف توزيع العلامات في امتحان لغة الإنجليزية أطريك العامة أستاذ علاء وجيل العامة يطريك العامة جميعا الآن السؤال اللي بتبادل لطلاب جيل العلفين واربعة كالتالي احنا لعنا في تغييرين جدريات فيما يتعلقوا الامتحان أولا كانت الوحدة العاشرة مش موجودة سنوات السابقة الآن تم إضافتها زائد في تغيير بتوزيع النسب بمعنى آخر كان جيل 2003 توزيع النسب كان كالتالي 30% إنشائي و70% شو كان موضوعي ما هو التغيير اللي راح يصير؟ بدنا نعمل إلى ما يسمى تدرج شو ممكن يصير معنا فلو أخذنا مثلا عينة اللي هو الامتحان 28-6-2021 لو بلشنا من هون شو إيجاجين 2003 اللي إحنا الآن أقرب لهم فتوزيع العلامات كان على الشكل التالي السؤال أول والثاني كقطع جابوه من وحدة سبعة اللي هو الفصل الثاني بنفس الوقت لاحظوا سؤال ثلاث وأربعة من وحدة أولى سؤال عبد الفراغ وأيضا اشتقاق خمسة وستة لاحظوا سؤال عبد الفراغ وأيضا اشتقاق من وحدة اثنين سؤال سبعة وثمانية سؤال كلم عبد الفراغ واشتقاق وحدة أربعة لاحظوا كيف يعني بمعنى آخر بيوزع تسعة عشرة لاحظوا وحدة ستة أوكي سواء كان كلمة أو عبد الفراغ 11 و 12 وحدة 9 ثم انتقل للقواعد إذا من 1 ل 12 إنا سؤالين فقرات وسؤال رقم ثلاث لرقم 12 كان عندنا خمس كلمات عبد الفراغ واشتقاق خمسة هذا الأمر ما توقع شكون عليه تغيير فيما يتعلق بالقواعد كان ترتيبها من 13 إلى 30 فلاحظوا القواعد كالتالي 13 14 15 16 سواء كان الكوزة بالسببية أو الباسف فويس بالإضافة للباس كونتينواص وأيضا فيما يتعلق بالبرزن بيرفيك كان كلهم وحدة أولى وانتعرفين أن القواعد كثير موجودة بالوحدة الأولى سؤال 17 18 كان على اليوستو وانتعرفين أيضا من وحدة رقم 2 لاحظوا كي يوزع سؤال رقم 19 هذا هو وحدة رقم 4 فيما يتعلق بسؤال 21 21 كان على قواعد الوحدة الستة والمقارنة وسؤال رقم 22 23 كان على قواعد اللي هو كضع دائرة بالوشز أو الثمانيات والوحدة التسعة ثم انتقل للتحويل اللي هو على شكل أيضا ضع دائرة فلاحظوا السؤال 24 25 سواء كان على الباس بيرفيك كتحويل وما يسمى الريبوت سبيتش أيضا كان هذا وحدة أولى فيما يتعلق بـ 26 لو إتس نورمال هذا على اليوستو وحدة اثنين ورقم 27 كان على المقارنة وهو طبعا 28 من وحدة ستة فيما يتعلق بالسؤال رقم 29 كان وحدة تسعة ورقم 30 كان فيه عندنا من وحدة أربعة هذا الأمر حسب التوقعات وحسب المنطق ما راح يكون عليه تغيير يعني الأغلب راح يبقى يستدعى اللي هو الموضوعي ستين بالمية ما بقدر ينقل القواعد لمكان ثاني كإنشائي لكن تغيير المتوقع أيوة تغيير المتوقع هو المنطقة هاي من واحدة ثلاثين لحد خمس ثلاثين كان نجيب لهم ثلاثة أو أربع كلمات أقطاع إملائية في عندنا إشي اسم الترقيم وأيضاً في عندنا ترتيب منطقي للجملة أو ترتيب الصحيح للجملة هذا الأمر راح يتحول زي جيل ألفين واحد جيل ألفين واحد وكان جيل خينقول السابق ما قبل كورونا كان نجيب لهم الشكل التالي رقزوا معي بالمنطقة هاي هيك نموذج الآن متوقع جهزنا للطلاب مش متوقع بالامتحان احنا كشكلي طبعاً نعم نسميه احنا امتحان تدريبي ونسأل الله يكون متوقع فلاحظوا قلنا مرة ثانية واحد واثنين راح تكون أسلة فقرات من سؤال رقم ثلاث حتى سؤال رقم اثناعش راح يكون كلمات خمسة واشتقاق خمسة هوا نخلصهم الكلمات إلا تذكروا عليهم عشر علامات أو عشر دوائر بأربعين علامة القواعد راح تمتاد من ثلاثة عشر حتى سؤال رقم ثلاثين اللي كان عليها ثلاثين وسبعين علامة وتبقى ثلاثين وسبعين علامة لكن التوقع راح يكون كالتالي أوش القطع راح ضلها خمسة وعشرين فصل أول وخمسة وعشرين فصل ثاني لكن التوقع الجذري كالتالي إنه الأخطاء الملاقي اللي كانت هناك تنتقل لهون وهذا النمط كان أصلاً موجود لجيل ألفين وواحد وما تبقى من الأجيال السابقة يعني من مواليد الثمينات حتى التسعينات وبداية إيش الألفية فكان يجب لهم أربع أخطاء لكل واحدة أربع علامات هذا الأغلب يكون عشان يطلع 16 علامة في إيش يسمون عندنا قايدد رايتد الكتابة الموجهة هذا أيضاً كان موجود بالإضافة للرايتين عليه عشر علامات فالمجموع الآن ثلاثين علامة لا ما يسمى التعبير بشكل عام سواء أخطاء إملائية أو قايدد أو بالإضافة لإيش لا خل نقول موضوع التعبير وعنده خمسين علامة مع ثلاثين مجموع كم؟ ثمانين علامة اللي هو نسبتها أربعين بالمئة زي ما حكوا الوزارة أنه رح يكون تغيير بين أربعين لخمسين طبس ممكن يكون خمسين ما توقعش لأنه العام الماضي الجيل 2003 حكوا نفس الحكي أنه رح يكون بين ثلاثين لأربعين لكن المنطق هيك بحكي ونسأل الله يكون هذا الأمر يكون إن شاء الله متوقع الآن النسب شفتوها الآن النسب لجيل 2003 اللي هو صيفية 2021 لاحظوا الآن هذا تغييرون تحليل إحصائي للامتحان كيف بيوزع واضع السؤال لعلامات بشكل منظم يعني ما بكون والله إجت الوحدة مثلا معينة أخذت كل علامات هذا أمر يعني شوي بعيد فلاحظة كيف التوزيع مثلا فصل أول عليمية وفصل ثاني عليمية هيك المنطق حان عليميتين علامة لاحظة فصل أول يعطى مية واحد كيف؟ 32 علامة وزعت على ثمان دوائر الوحدة الثانية 24 علامة 6 دوائر الوحدة رقم ثلاثة شفتو ولا دائرة عليها ليش؟ لأنه أعطاها قطعة كاملة اللي هو كينغ حسين كاسر سنتر بسميها مستشفى الحسين للسرطان أخذت نص كامل معناته ولا عليها ولا دائرة الوحدة أربعة كان خمس دوائر المجموعة الآن 20 علامة المجموعة كلي للفصل أول مية علامة لكن الفصل الثاني طلابنا يعرفون الوحدة العاشرة اختفت أو كانت مخفية الآن وزعت علاماتها صار أضخم شوي لاحظة 28 كانت 7 دوائر للوحدة رقم 6 الوحدة رقم 7 في عنا نص التعليم في الأردن أوكي عليها 25 ودائرتين أحاس نشرح هو النشرة جوية لاحظته طيب فيما تعلق بوحدة رقم 9 هذا المتوقع المنقفض الجوية أوكي ثلوج رح يكون في عنا ارتفاع بالعلامات لاحظوا الوحدة 9 أخذت 28 علامة بسبع دوائر الوحدة العاشرة الآن اختفت الآن هذا بيعطيني الآن منطق شو بدو يكون لجيل 2004 أولا وحدة 10 تم إضافة تهون بعد الذكون فرح يكون إلها بمعدل متوسط بين 20 ل 24 ممكن تكون قطعة كاملة منها عليها 25 هذا منطق طبيعي جداً طيب بالنسبة للدوائر حكينا عنهن اللي هو دوائر من واحد لثلاثين هذول الأصل يكون ثابتات لأنه أي معلم بحاول يقلد واضع السؤال اللي بكتوب الأسئلة بيطلع شمعهم لهذا طريقة مش معقول أنه أنا خلي 25 دائرة ونقل قواعد إنشائي يعني قسمين قسمين بين دوائر وإنشائي فالطالب هون رح يفتبك هون توقع يبعدوا عن نقطة هاي فرح يكون هذا الشكل هاي توزيع العلامات رح يكون منطقي أوكي ولا تنسوا أنه بالنسبة للموضوع التعبير هو مشترك بين الفصلين فنسأل الله يكون التوقعات صحيحة مرة ثانية نعيد الخمس دوائر اللي كان موجودات لجيل 2003 والتكميلي رح تتحول من خمس دوائر لقايد رايتين كتاب موجهة وأيضاً أخطائم لأي وفاقكم الله جميع كان التغير كان بالوحدة العاشة هي إضافة وليس التغير هي إضافة لأنه يرجع الوحدة العاشة عادي منها عادي خمس كلمات أو خنقول مثلا ثلاث كلمات وقاعدتين ممكن يستغنوا على الكلمات والقواعد يجيبوا قطعة كاملة هذا إشي وارد جداً إلى أن إحنا هنا منصة طموح جهاز نالكو أربع نماذج تدريبية للطلاب وهذه هدية من المنصة لجميع طلاب المملكة الله يوفقهم إن شاء الله ونصر الله توفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله طموح لكل طالب طموح